قال لك استيراد سيارات تعمى قصة للسنوات ليس الآن مع أنه كي جوا بشي مروا قانون الميزانية هذا التعالي 2020 بكل ما فيه من كوارث كنت تحدثت عليها قبلها في وقتها جوا في وقتها مروا قانون المحروقات ومروا قانون المالية 2020 ومروا قوانين وقانون الانتخابات مروا قوانين مرة واحدة كانوا مرعوبين كان المهم بالنسبة إليهم أنهم يجروا الانتخابات المزورة لما جوا مروا هذا القانون تقانون المالية 2020 واللي فيه كوارث حقيقية أيضا بما فيها على الأقل 13 ضريبة على الأقل 13 ضريبة تقع على كاهل البسطاء والطبقة المتوسطة أساسا مروا لهم أنذاك بأنه سيكون فيه أيضا السيارات سيستطيع الجزائريين أن استردوا السيارات لنقصة للسنوات لكنهم قالوا أن هذا ليس الآن لأن لماذا؟ قال لك لأن ما يسمى بلدكري إكزيكيتيف المرسيم التنفيذية لم تصدر وطبعا ستأخذ هذه المرسيم التنفيذية أشهر إلى ميش السنوات لكي تصدر في الحقيقة دروها كان أنا ذاك دروها كما ضربتها ذاك تعزمان تأخذ البطاطا تدي معها تشينها ثقافة هذه اللي كانت سايدة في السبعينات والثمانينات مرها بها كانوا بعض الناس خفوا من المواجهة وعلى أقل من الاعتراض على القانون المالية لأنه كانوا ذكروا لهم فيه بأنه ممكن أن يجيبوا لهم سيارات نقص ثلاث سنوات أو اتضح اليوم بأنها كانت كذبة أو على الأقل أنها لعبة لعبة في أيديهم يتحكمون فيها كيفما يشاءون هذا هو حكم العسكر هذا هو الحكم عندما لا يكون الشفافية عندما لا تكون الرقابة إلا ما تكون أجهزة رقبية أجهزة شفافة إعلام حر قضاء مستقل مجتمع مدني حي شعب يراقب عندما لا يكون هذا فإن الحكام يتلاعبونها كما يشاءون وخاصة إذا وجدوا بعض العقول القابلة لاستغفال والاستغباء مثل بعض إخواننا سامحهم الله الذين خدعوا بالنوفندرية الباديسية وكم صرخنا وكم بحث أصواتنا وغيرنا اللي يقولون لهم يا جماعة هؤلاء لا يحملون أي فكر ولا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق هؤلاء شهوانيين هؤلاء ليسوا لا ليبراليين ولا إسلاميين ولا عروبيين ولا بربريين ولا قوميين ولا أي شيء ولا الشيوعيين ولا اشتراكيين هؤلاء جماعات النهب جماعات نهب الأموال نهب الأراضي نهب ما يستطيع النهب وبطبيعة الحال الملذات والشهوات من وراءها فكان البعض وبسذاجة أحياناً يعجز الإنسان عن وصفها أو عن فهمها بين عشية وضوحها أصبحوا أن القاية صالح نوفمبري باديسي التطهير منيش عارف وهي لعبة وتلاعب عجيب كيف يمر على الإنسان الأبجديات كيف الإنسان أحياناً لا يفهم أن واحد زايد واحد واثنين واثنين زايد اثنين هي أربحة وكم جاد لهم الأحرار وكم جاد لهم الناس بأن ما تدخلهم يتلعبوا بعقولكم وراء ما فيش إن الله لا يصلح عمل المفسدين قائدة مركزية سنة إلهية كونية حاجة ثابتة الذين كانوا في مثل هذه الأيام يسفقون بل ويفرحون ويزهون بالانقلاب انقلاب العسكري في اثنين وتسعين اللي كانت هذه الأيام مثل هذه الأيام قبل ثمانية وعشرين سنة تجري أدوار هائلة في تاريخ الجزائر الذين كانوا آنذاك جنرالات وعقداء وواواوا لا يمكن لهم تحت أي ظرف كان أن يتحولوا إلى باديسين ونوفمبري ومن بين هؤلاء لا أريد أن أذكره الآن لأنه مات وانتهى لكن أنا نذكره باعتباره أنه كان لعب دور مهم في هذه العشر الأشهر الماضي بين هؤلاء قيد صالح اللي بين عشية وضحها أصبح نوفمبري باديسي وهو الذي كان قائد القوات البرية في الأربعة وتسعين وفي زمنه جرت أكبر المآسي وأكبر المجازر والاختطافات والاعتقالات والتعذيب وشاهدت الجزائر ما شاهدت ترجمة نانسي قنقر